اشتركوا في القناة توطر دائم وتخلي الشخص عنده توطر وعنده قلق الرؤية ديت هي رؤية واحدة ست ان زوجها بيتزوج عليها زوجك بيتزوج عليك في المنام طبعا اخوالي عزائق الرؤية مقلقة بالفعل ولكن في بعض الاحيان بتكون الرؤية دي مبشرة جدا جدا امتى تكون الرؤية مقلقة وامتى الرؤية تكون مبشرة هنتعرف على ده بالتفصيل ولكن قبل ما نخش بتفاصيل الفيديو احبب اقول لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر اشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حتى عنده رؤية وحلمه وحبي بيفصرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنتوصل معي والرد عليه في اسرع وقت اول حاجة اخوالي عزائق ليه الوحدة بتشوف ان زوجها هتزوج عليها رغم ان هما ما عندهمش مشاكل مثلا مرحب تزوجها وامور مستقرة مفيش مشاكل ولكن بتشوف ان زوجها بيتزوج عليها في المنام الرؤية دي لو فصلناها على انها رؤية صادقة بتكون رسالة للزوجة او اشارة للزوجة ان ان شاء الله باذن الله ربنا هيرزقهم بمولود في القريب العاجل والله اعلى واعلى اه المولود ده ممكن تكون بنوتة جميلة كده فدي بشارة ان شاء الله للزوجة ان زوجها اه يعني هيرزقهم ربنا بزرية دي حاجة ان زوجها تزوج عليها امرأة اه في حاجة تانية وهي ان الرؤية بتكون حديث نفس وخاصة لو في اه توطر وقلق اه في الموضوع يعني مثلا واحدة اه زعلانة مع زوجها مثلا اه في توطر بينهم في مشاكل مستمرة بينهم اه دايما اه مش واسقة في جوزها فبالتالي بتشوف رؤية ان الجوزها تزوج عليها واحدة تانية وبتعذبها بتضربها بتجتمها كمان اه بتلاقي امور كتيرة كده محيرة طبعا لو الرؤية دي بتتكرر باستمرار بتتكرر باستمرار والتفكير كان قليل في الموضوع ده فهنا رسالة الى ان بالفعل زوج ده هيزوج تاني مثلا والله على وعلم اما لو الرؤية ظهرت مرة واحدة مثلا كده رؤية عابرة وكان الشخص بيفكر المرأة بتفكر في الموضوع ده مثلا خايفة او الانة من نحارية وشافت رؤية زي كده فنقدر نقول لها ان الرؤية بتاعتك دي حديث نفس ما تغديش بيها خالص ولا اتفكر بيها رؤية عادية خالص بسبب ان انت قلقانة وخايفة من ان يحصل حاجة زي كده انت قاعد على طول متربصة بجوزك وخايفة من موضوع ده فبالتالي بتشوفيه في المنام اما لو الشخص ما بيفكرش والامور عادية خالص وشاف الرؤية دي الرؤية دي بتكون رسالة مهمة جدا الى ان في خير قادم للبيت ده في امور هتتيسر في زرية والله على وعلم اه كمان ممكن زي ما قلنا في بداية الفيديو ان هو يكون رسالة بتزواج بالفعل ولكن ده بيكون اه يعني في حالات ان مثلا بيكون مشاكل زي طلاق اه طلاق معلق مثلا او الحاجات دي اه الناس منفصلين عن بعض ولسه اه الطلاق متامش ولا حاجة بتكون بالفعل ممكن يحصل زواج والله على وعلم اتمنى اخواني العزائي ان انا اكون افضتكم وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته